كل هذه الأمور الكابتن أعصام عبد الفتاح كان طلع علينا من أسبوع كده واتكلم برضو على فشل هذه التجربة وأنه التحكيم المصري في السنتين اللي فاته كان يعني في أفضل حالاته وفي مثل هذه الأمور والكلام اللي انت عارفه يعني ودور الكابتن أعصام ان هو يطلع يساند ولا يطلع يقول ان هي فشلة بوزا جابت ان اتكلم طبعا على الكابتن أعصام بس هربط بحاجة بسيطة جدا طب اللي حصل النهاردة طب ليه النهاردة الاجتماع ده حصل؟ حصل بسبب طبعا الأزمات اللي فاتت بالنسبة للأندية وكان طبعا في صدرتها النادي الأهلي كان فيه النادي الأهلي كان محترد ونادي الإسماعيلي فيه آخر مباراة كان اعترض بشدة وكان فيه يمكن وديه معلومة وأكدها كل أندية الدور المصري الممتازة اعترضت على أخطاء التحكيم في المسلم ده ربطة الأندية راحت لاتحاد الكورة هو اتحاد الكورة اللي بيدير لجنة الحكام فاحنا جماعة عاوزين نعرف ايه الحلول اللي عندكم المشكلة اللي عندكم في لجنة الحكام أنا أولاك كابتل اللي حصل بالزبط على ترميزة النهاردة اتحاد الكورة فضل ثلاث حاجات اتكلموا فيها الرابطة مع ماركي كلاتنبرج والرد ماركي كلاتنبرج كان مقرع جدا أول حاجة خالص احنا ليه الأخطاء بتاعت الحكام كتير ورابطة الأندية كانت مجهزة بالفعل بعض الحالات واستعرضوها مع ماركي كلاتنبرج ورد فيها الراجل كان رده في القصة دي ان في بعض الحكام أنا كنت سامع أنهم مجهزين وعندهم حالات وعندهم وياخدوا موطشات كبيرة ولكن خارجين بره حساباتي تماما لأنهم مش هيقدروا يديروا مبارات كبيرة دي أول نقطة بالنسبة تاني نقطة سألوا تبليمه في حكام يعني كابتل في بعض الحكام اللي كانت واخدى تقدر تقول أسماء أقدر أقول أسماء خرجت بره حسابات كلاتنبرج بشكل كبير يعني بشكل كبير أوضعهم فرص بفلتر يعني بفلتر في بعض الحكام يعني ده مسر يعني محمد الحنفي كابتل محمد معروف خارجين بره حساباته تماما رجل مش مقتنع بمستوى من فتر الفاتي كابتل محمد الصباحي وخرجوا كمان من القايمة الدولية بتاعة الفور حتى فالناس دي بره حساباته تماما كابتل محمد عشور برضو بره حساباته في ناس كتير جدا هو أتكلم على أنها كابتل تاخد موطشات كتير جدا وهي بره حساباته دلوقتي لأنه يعني فنيا مش تقدر تدير مباريات طيب بالنسبة بالي الوجوه الجديدة نرد الرابط إقته طيب احنا عوزين نشوف حكام جديدة شرح لهم كنا يا كابتل إزاي تجيب حكم صغير تخليه حكم دور ممتاز الموضوع مسهل طبعا ضغوط وفنيات ولعب ولازم ياخد مشاركات كتير جدا التحدي كورة راضد مع مارك وقال لهم تقالوله طب انت ليه ما بتعملش معسكرات كتير اتكلم هنا بقى على دور لجنة الحكام قال لهم أنا كنت جاي في الأول كخبير انت خلتني رئيس لما عصام عبد الفتاح طبعا وقتها أو كابتل عصام قال لك ايه قال لك أنا ما اشتغلش مع مارك كلاتنبرج فمشي بعد كنا ما عارفوش يجيبه حد يشتغل في اللجنة الناس كل شوية استقالات طبعا النهاردة شهدت أول مرة يرجع كابتل محمد فاروق تاني بعد ما كان استقال ورجع تاني كابتل ابو العيلة برضو النهاردة برى الحسابات بالنسبة للمارك كلاتنبرج ده برى الحسابات ومن اللي بينظم الفترة اللي فاتت كان كابتل أحمد ابو العيل طيب مع هذا اللي بنقوله الفترة اللي جاية كلها هي كابتل محمد فاروق وكابتل توفيق السيد وده اللي رجع به كابتل فاروق ورجع كنايب لرئيس للمارك كلاتنبرج المارك ممكن يكون بيسافر ففاروق هو اللي يدير القصة دي كمان النهاردة تكلمه في حتة المباراء المبارات اللي جاية ستكون حماسية هتكون كل نقطة لقاء تتكلم وم работشات صعبة ومحتاجها من لجنة الحكام إنها تطلع توضح وتطلع تدي عقوبات في الحكام وتطلع تتكلم ودورك كمان إنك مش بس تبقى زي محمد بيقول في اللقطات اللي هي الفيديو والكلام بكله ورجل وعدهم بده بس طلب حاجة واحدة بس إن هم يحموه أعلمياً الدور النهاردة بقى يا كابتن الموفق تماماً والرجل اقتنع النهاردة وخده أعلمين من مين لا ما هو شايف إنه هو يعني أسألتك يا كابتن ممتازة يعني هو شايف إنه هو مش محمل بتحدي الكورة مش شايف إنه متهيق له كل حاجة لا لا ممكنش هاتحاد الكورة هو يحميه إعلامياً من مين لا في بعض في أعضاء تحدي كورة كبتن أجموه أجموه للمدين في عندها بتهجمه بشكل علني وإنت قدمت إيه والرجل كل حاجة بتوصله الانتقاد ما احنا بننتقد بس لا في ناس بتوصل لمرحلة صعبة شوية في ناس بتوصل لمرحلة إن ماركيك لاتنبرجي موجه ماركيك لاتنبرجي صعب إن يكون موجه يعني ده رجل يعني حكم فاينال دوري أبطال أوروبا ورجل مش هاتح لا يعني بسبب من الانتمام مستحيل ده يعني طرح السازج أول نكتقول ده منتامل إيه أو مجاية يعمل إيه الفكرة يا كابتن ناردة على نقوله كده بشكل رسم إن أنت أكيد أكيد مكمل لنهاية الموسم وأي حاجة خرجت من الاتحاد الفترة اللي فاتت على قصة شرطك الجزائق أو إحنا بنفكر أو الكلام ده كلام ده غير مطروح بالمرة وأنت رجل مكمل معنا حتى لنهاية الموسم وبعد نهاية الموسم نشوف التجربة كاملة ونقدر نحكم عليها